هي بسيطة. بعد ازلان في ناس اه باعطة لو طبعه بس عشان يتخرك. اول حاجة حصلها في الماغل ما هقبل الناس. ممكن تخلي سيد قد من اصلا. طب ما لئيه بقى ما لئيه? مش مشكلة هقبلها هم الرديو مرة جاهوة بقى. هو سيد موجود اصلا. صحش كده لازم تتصل بي تقارير يأتي معنا على طولة بشبانتس يأتي عفلت عمد طلبات فهنا نتكلم كمقدمة بسيطة ما هي أنواع اللاتراللود عموما أو تعرفها اللاتراللود هي الأحمال الجانبية التي تأثر على المنشف والأحمال الجانبية دي بتنتج من كذا حاجة يقيمة من الويند لود يعني أحمال الرياح يقيمة من السيزمك لود اللي هي أحمال الزلازل أو أحمال تانية زي أحمال الانفجارات اللي هي البلاست لود أو أي حمل بيعمل حمل ديناميكي جانبي يعني لو حمل انفجار بيأثر على المنشأ فممكن المنشأ دي يصال له حمل جانبي لديك دي الانفجار ده اللي هو ضغط الهواء هيأثر على المنشأ بحمل جانبي عموما أي منشأ بنمثله كاستاتيكال سيستم فكسي تفري يعني المنشأ عموما ضد الأحمال الجانبية بيشتغل كله كاستاتيكال سيستم واحد والاستاتيكال سيستم بتاعه فكسي تفري وأي عنصر بيقاوم زلازل بيبقى كاستاتيكال سيستم برضه فكسي تفري سواء شير وول أو كور أو أي حاجة طب الحمل الجانبي بيأثر على المبنى ازاي؟ قالك الحمل الجانبي ده حمل بيزق المبنى من الجنب احنا طول حياتنا بنصمم أي عناصر على أحمال بتأثر على المبنى من فوق التحط أحمال رقصية يعني النهاردة بقى نتعلم مع بعض إزاي نصمم أو إزاي نحسب الأحمال الجانبية اللي بتأثر على المنشأ سواء ويندلود أو سيزمي كلود والستكشن الجاي نعلمك إزاي بتصمم العناصر اللي بتقاوم السيزمي كلود أو الويندلود فانت لو زقيت أي مبنى من المباني كده من الجنب هتلاقي إن المبنى ده بيحصل له تشكل كده يعني بيتحرك معاك وفيتس من تحت وفري من فوق فتلاقي إن أكثر بتبقى في الدور اللي فوق خالص وكل ما تنزل لتحت كل ما الدسبلسمنت اللي هي الحركة بتاعت المبنى بتقل لأنها بتقرب من ركزة الفيكس طب دي أنواع الأحمال اللي بتأثر كأحمال جانبية اللي هم التلاث دول طب إيه اللي بيقاوم إيه اللي بيقاوم في المبنى يقدر يقاوم الأحمال الجانبية دي فعندنا شوية عناصر بتقاوم الأحمال الجانبية العنصرين المشهورين ياشيرول وكور يقاوم إيه اللي بشكل أساسي بنعتمد عليهم في مقاومة أحمال الرياح والزلازل في مصر فيه بقى أنواع تانية هقولها كمان شوية بس دول بيكونوا الأنواع التانية وبتستخدم برا تستخدمش هنا في مصر غالب الشيرول معنى إيه؟ وإيه الكور ده؟ الشيرول هو عمود مستطيل بس عرضه أو طوله زاد عن عرضه خمس أضعاف يعني التى بيت أكبر من خمسة البي فبنسمي ده شيرول بيقدر يشيل أحمال جانبية طب الشيرول بتاعك يكون أبقي يكون رأسي لو الشيرول أبقي في البلان فبيقدر يشيل أحمال في اتجاهه دايما الشيرول بيشيل أحمال في الاتجاه الطويل ليه لأن الإنهشة بتبقى كبيرة في الاتجاه ده ولو الشيرول الرأسية وأبعدها بيفتيه فبتقدر تشيل قوة زلازل في اتجاهها أو قوة رياح في اتجاهها ليبقى قوة الرياح أو زلازل تبقى عاملة كده يبقى الشيرول دي بتشيل أحمال رأسية الشيرول الأفقية بتشيل أحمال أفقية قوة بلك من الحبل ممكن يتعكس يعني ممكن يبقى قوة من الشمال اليمين أو من اليمين للشمال العاد فهو المهم إن هو يبقى في الاتجاه الطويل بنسمي ده بقى الشيرول لو كانت تي أكبر من خمسة اليمين وتاعتها بتقاوم في اتجاهها الطويل فقط طب لو جمعنا كده شيرول جنب بعضهم نسمي النظام ده كور يبقى الكور هو مجموعة من الشيرول لازقين في بعض بيأكد أشكال مختلفة هي حرف L حرف U حرف C حرف W أي حرف أي مجموعة شيرول لازق في بعض نسميها كور طب الشيرول الأفقية كب بتشيل حملة في الاتجاه الأفقية لعندها الإنرشة بتاعتها عالية هنا والشيرول الرأسية بتشيل أحمال في الاتجاه الرأسية ومال الكور اللي عبارة عن شيرول أفقية ورأسية مع بعض ده هذا يشيل أحمال في الاتجاهية يبقى الفرق بين الكور والشيرول أن الشيرول يشيل حملة في الاتجاه واحد ومال الكور يشيل حملة في الاتجاهية طب الشيرول اللي بيقام في الاتجاهين ده يستخدمه إمتى؟ يستخدمه في المباني حوالين السلالم وحوالين الأسانسورات غالبا بيأمكانه في المبنى هنا ويفضل النكور بتاعك لو أنت بتوزع برا يبقى موجود في نص المبنى لكي تتعرف المباني حوالين يكون المباني قريب من المباني الذي فتح المباني في الاتجاهية فهيبقى الشيرول تقاوم في الاتجاه واحد الكور بيقاوم في الاتجاهية بالنسبة للدكتايل فريم ماهي الدكتايل فريم ده أصلا؟ عبارة عن فريم عادي خالص يعني كاميرا وعمودين في المنظر ده كاميرا وعمودين هم طب إمتى نقول عدد دكتايل فريم؟ لو اهتمينا شوية بالريجد جوينت اللي ما بينه اللي هي الجوينت اللي ما بين الكاميرا والعمود بنصممها بحيث تكون تقاوم زلازل طب شكلها عمل ازاي؟ قال لك ده الستاتيجال سيستم بتاعك لو ده مثلا فريم وزاي ما قلت لك بيبقى فكسل فكسل في الأسات وأثر عليه حمل ويند من الجامل حمل ويند ده عايز يعمل ايه؟ عايز يزوء البيت يمين او شمال مش فارق دايما العزم الناتج من الأحمال الجانبية بيبقى العزم نتيجة اللي سوي نتيجة حركة المنشق بمعنى لو عايز ترسم العزم على الكلام ده نتيجة حمل جانبي قايا كان عزل الأدوار بقى بتشوف العمود ده راح فين؟ العمود على الشمال ده ده عايز يتحرك يمين يبقى العزم عليه يمين او العمود ده عايز يتحرك وكمان يمين يبقى العزم عليه من فوق يمين ومن اتزان الجوينت جبت المومنتات على الكامرة وعشان هو فيكسد بيقل بالناحية التانية لو اكتر من دور هتلاقي نفس الكلام بالظبط فاللي فتلاحظوا ايه؟ ان في الفريم اللي بيقاوم زلازل المومنت في نص الكامرة بصفر والمومنتات عند الاطراف بقى اقصى قيمة فلو انت عايز سلح الكامرة دي عشان تقوم زلازل الاول هسلحها تسليح عادي لانها بتقوم في ريت كالبين برضي اللي هي الأحمال الرأسية عادي هاضيفة على التسليح ده شوية حديد اضافي على يمينة الكامرة فوق وتحت لان ممكن الزلزال يتعكف وعلى طرف الكامرة شمال فوق وتحت برضي فتلاقي ان الكود بيديك تفصيل التسليح الكامرة اللي بتقوم زلازل عاملها ازاي؟ عامل تسليح الكامرة اللي بتقوم برتيكال لود عادي خالص اللي انا خدناها في ساعة تانية ومزود شوية حديد اضافي فاماكن التقاء الكامرة بالعمود فوق وتحت عشان الزلزال ممكن ايه كده او يجي من ناحية التانية فالعزم ده ممكن يبقى فوق او ممكن يبقى تحت طب ما علينا ده الفريم اللي بيقوم زلزال طب باستخدمه ليه طب ما انا استخدم كل شروع الوقور قال لك مميزات الفريم ده ايه؟ اول حاجة انه بيعطي ممطولية كافية للمبنى يعني بيخلي المبنى يقوم احمال جانبية بشكل افضل رقم اثنين مش مكلف اقتصاديا ده كاميرا وعمود رقم ثلاثة ما بيزودش كمية الحوايب بالمبنى وعشان كده بيكون جيد للمعماري لان الحيطة البغلة دي اللي هي التي بتاعتها اكبر من خمسة لبيه بيداقي المعماري قوي هتلاقي دايما اللي المعماري بيطارد عليه الشيرو اللي انت فرضه يقول لك الكلام ده هيداين في البدروه فالافضل ليك انك تعمل فريمات لو المعماري متداق من الشيرو اللي بس احنا بره في الشغل اتلاقي اغلب الحاجة بنعتبد على الشيرو اللي لو معرفت عم الشيرو اللي بابدأ الجقل الفريم كعنصر مساعد يعني الفريم عندنا بره في الشغل مش حاجة أساسي الاساسي الشيرو اللي هو الكور وما فيش مبناء بيني غير مبنائين تلاتة استخدامهم فريمات فريم ولا حاجة أو فريمين طب ده بالنسبة لمن؟ للعنصرين الاسيين اللي بيقاوموا الزلاثة فيه تلات حاجات تانية تفضل ماهي الفرق ما بين الفريم وعمودين وما بينهم كاميرا؟ الجوينت الجوينت اللي ما بينه لو الجوينت مش متسلحة لأنها قاوم زلازل هيشتغل عادي خالص لأنها كاميرا وعمود بيقاوم برتيكال بس الجوينت دي بقى بيتسلحة لها تسليح خاص ولها اصلا تزاين خاص ثاني خالص يعني الفرق كل في الجوينت تمام جدا تمام هذا الفرق ما بين الشرول والوحكور والدكتايل فريم فيه فقا عناصر تانية بنستخدمها برا يعني برا مصر حاجات تانية بيقاوم زلازل زي ايه؟ فيه نظام اسمه تيوب ان تيوب يعني بنعمل مبنى كله كشير والمستطيل مثلا او مربع وجواه مربع تاني بيبقوا مربعين كده الكلام ده بيستخدم في بلاد برا مش انه وفي السعادية برضه يبقى فيه نظام بيقاوم اسمه تيوب ان تيوب ده مش عليك النظام اللي بعده اسمه دامبر الناس اللي هتخش مقرر اختيار زلازل مش عارف تعدكه في عام ولا كان عندها في انشعال حاجة اسمها مقرر اختيار زلازل هياخدوا الدامبر دي بالتفصيل وبتشتغل ازاي والميكانيكية بتاعتها عاملة ازاي وكده الدامبر ده عبارة عن ايه؟ هو الزلزال بيزوق المبنى ففيجا عند حتة كده من المبنى يعمل حاجة اسمها دامبر علامة اكس كده جوه المبنى علامة الاكس دي بتبقى عبارة عن هيدروليك جاك او جاك كده هيدروليك بيمتص الصدم فلا بنسميه دامبر بيقلل شوية الصدمات دي او بيقلل احمال الجانبية اخر نظام حاجة اسمها البيز ايزوليشن لا يستخدم في البلاد اللي فيها زلازل كتير او ليه؟ لان البيز ايزوليشن انك تفصل القعدة عن المبنى فالمبنى يبقى بيرقص فوق والقواعد مش حاسة بحاجة بنحط كده حاجة زي رولارد حاجة زي عجلات بتخلي المبنى بيتحرك مسافة 2 ميلي او 3 ميلي بحرية عادي في الاتجاه الأفق يعني بين الاسات ومبنى بنحط حاجة هنا اسمها عزل المبنى تحرك فوق والاسات بيثبت ما بتتحركش فما يحصلش اي اي اجاهدات او كور اللي انت فاردهم او عن نظام عموما حر الحركة من فوق يأخذ الحمل ويروح ويجي عاد لا يوجد اي استرس هتتولى مثل البيز ايزوليشن والثلاث انظمة دول مش علينا حتى الفرين مش علينا احنا يعتبر شغلنا في الكلية كله على الشيرول ومين وكور خطوات اتفضل هو ليس الزلزل اصلا بيجي بيبقى في الارض اساسا اه وهو ازاي المبنى هو اللي هتحرك والاسات هي اللي مش تحرك مع انه واصلا الزلزل جا عند الاسات نفسها الاسات هي اللي هتتحرك اسف والمين ما مش هتحرك بس اي دوليشن على الاسات تتحرك والمبنى ليش حاسب الزلزل اتفضل اطلق انا هل عكسة اه لو اريد ان نكتب خطوات التصميم وكيف تحرك نحن نتحدث بشكل أساسي هنتكلم عن شير جوله الكور وحتى الكور برضو أنتم فعل مش هتخدول لا هتخدوبتوا عن شها فإننا نرحل وانحنا نتخدشير كلد طب ايه خطوات التصميم ؟ اول خطوة بنحسب أحمال الرياح الويندلوت بحسب بها حاجة erste حاجة أسماء حمل الرياح الرئيسي البي اي وحاجة أسماء الامي اي اللي هو المومنت أوبر تيرنج ديجية الرياح رقم اتنين السيزم كلود السيزم كلود بتحسب فيه حاجة اسمها الاف بيز وحاجة اسمها الام بيز اللي هي الموم انت عند البيز ده وده اللي اتنين احمى الجانبية طب بكمل تصميم بمين قالك بعد القطوة رقم اتنين دي بقارن السيزم كلود بالويند لود والكبير فيهم هو اللي بقص قال لا ومش المفروض يا شواند ااخد مجموعهم الاثنين وصمم لا اصلحنا بنقولك ظاهرة طبيعية كده ماينفعش ويند لود يقصر مع زلزال وماينفعش زلزال يقصر مع ويند لود يا دا يا دا لو اللي تنقصروا مع بعض المبنى يقع يبنى خلاص هو كده كده يعني انت المبنى بتاعك اللي هيفضل الواف لا يقع بقى بالمرض فهيبقى ايما تصمم على ويند لود يتصمم على السيزم كلود لان مستحيل او نادرا اوي لما الويند والسيزمك يحصلوا مع بعض دا السيزمك اصلا عندها في مصر ويحصل والويند لود في طنطة وفي المدن اللي هي فيها مبانيك عالية هتلاقي الويند لود ما بيقصرش اوي فانا نعتبر عندنا الطنطة اللي بيقصر اكتر السيزمك لود وده اللي احنا بنصمم بي فانا نعمل ايه في الامتحان لو جالي مسألة في الامتحان مسألة عادية مش مسألة mcq يبقى احسب الويند لود واحسب السيزمك لود وقارنهم ببعض وكمل بيك كبير امان لو جالي في الامتحان mcq هيحدد لك وعايزي طب الخطوة رقم 3 بنحسب حاجة اسمها center of mass الخطوة الرابعة بنحسب حاجة اسمها center of rigidity الخطوة رقم 5 انا خلاص عرفت ان السيزمك لود هو اللي هيكسر ببدأ اوزع الحمل بتاعه مثلا الف بيز على الحوايط اللي موجودة عندي في المبنى عندي خمس حوايط ستة حوايط فابدأ اوزع الف بيز عليه ووزعها ازاي هنعرف السيكشن الجاي الخطوة الرقم 6 بعد ما ادد لكل شير والحق اهم من الزلزال قديه بحسب اللي هيكسر اللي عليها والاسترينينج اكشن دي moment وشير ونورمال ثلاثة استرينينج اكشن الخطوة السبعة جبت اللي هيكسر هنصمم الولب والخطوة التامنة بنرسم الـ reinforcement details بتاعت الولب وفيه خطوة زيادة كده انت خلاص صممتها فيه موضوع زيادة هناخده في عام حاجة اسمها design of coupling beam الـ coupling beam دي كاميرا بتربو تتنين شير والب بعض او اتنين كور ببعض هنفهم يعني ايه اما نيجي نصممها ونصممها ازاي وتفاصيل تسلاح عاملة ازاي فده يعتبر الخطوات اللي هنمشي عليها عشان نصمم اي مسألة في الامتحانة او اي مسألة بره عموما طب احنا النهارده هنعمل ايه احنا النهارده هنشتغل اول خطوطين بس حساب wind load وحساب seismic load يعني هنحساب الwind وهنحساب السيزم وفي اخر الـ slide خالص هنقارن ما بينهم وهناخد الاخبر واقول لك بقى من السيكشون الجاي هنمشي بعيد الخطوات فتعالك كده يا باشواندس نشوف المسألة اللي معانا وازاي نحسب لها الwind load والseismic load كتوتل كحملة توتل المرة الجاي بقى هنوزعها للحوايط فتعالك كده يا باشواندس المسألة اللي معانا ايه مديك مثال وبلان البلان ده زي ما انت شايف عبارة عن اعمدة وعبارة عن شيرون اربعة شيرون وفي قلب البلان ده فتحة ابعادها اربعة متر في خمسة متر ابعاد المبنى كبلان ركز في الكلام ده عشان نحتاجه بعد كده اربعة وعشرين متر في كامل الطول هنوز في سبعتاشر متر اللي هما ستة وستة وكمسة ومديني شوية جيفنز شوية معطيات بيقول لي الشكل في رقم واحد ده بيبين بلان لمبنى سكن يعني مبنى سكن يعني المبنى ده موجود في تنطا ومعمول على تربة التربة دي طيب بي طيب دي طيب دي يعني استفك ليه هو بيقول لك طيب ايه في الامتحان طيب كزا ايه او بي او سي او دي زي ما اعرف كمان شوية وبعد كده بيديك شوية معلومات على المبنى بيقول لك المبنى ده بيتكون من دور ارضي وتمن تدور عالوية والابرج ديد لود انكلودنج الانوية يعني ديد لود مدولك من ضمن الانوية واللايف لود بتسعة وبتنين اللايف لود بتنين والديد لود انكلودنج الانوية بتسعة ومديني الاف سي يوب خمسة وعشرين والاستيل جريد رمو مائة وستمية ومديني بقى الهايت اوب جراوند فلور ارتفاع الدور الارضي باربعة متر ارتفاع الدور التيبيكل بتلاتة متر وهم تمانية تيبيكل الفوينديشن ليبل يعني سطح الاساسات على بعد سالب اثنين متر وبتتكون الاساسات من ايه من بي سي رافت سيكنس يعني خرصانة عادية او فرشة خرصانة عادية تحت الرفت تحت الاساسات بصمك اثنين من عشرة و خرصانة مسلحة اللي يعلبشها بصمك متر واي شير وول من دول العرض الصغير بتاعها بتاتة من عشرة وجميع الاعمدة اللي موجودة قدامك ابعادها نص في نص دي شوية معطلات او من الدهال طب المطلوب ايه المطلوب انك اول حاجة تجيب باش مواند اسم اللي هو من الدهالنا دي نستنتج شكل الاليفيجان للبلان اللي قدامنا ده يعني هو الاليفيجان وهنا واصف الاليفيجان عمل ازاي فتعال نرسمه لو اعتبرنا ان ده ده سطح الارض ده منصوب السفر فالراجل ايهلي ان الدور الارضي ارتفاعه كام اربع متر فتطلع كده من منصوب السفر ويبقى ده الدور الارضي اللي ارتفاعه اربع متر وبعد كده ايهلي فيه تمانية تيبيكال فلور كل تيبيكال فلور فيهم بكام ارتفاعه ثلاثة بيبقى هتطلع كده تيبيكال فلور كلهم هم تمانية الواحد ارتفاعه ثلاثة يبقى التمانية في تلاتة يديك اربعة وعشرين متر طب بعد كده قال لك ده اخر سق يعني ده السطح دايما في الرياح اما بنيجي نحسب احمال الرياح بنفرد ان السطح بتاعنا علي صور طب الصور ده ارتفاعه من اللي بنفرده ده فرض من عندها مش مكدوب في المسأل بنفرد صور فوق كده اللي بترسم قدامك حالا ده الصور ده بقى ارتفاعه كام ده صور بنفرده وانا بحسب احمال الرياح بس وبي ارتفاعه بحدود من متر المتر عشرين هنفرده بالامتحاء اللي هو ما جابهوا ناس بمتر يبقى ده صور بفرده ما نبحث باحمال الرياح بس ارتفاعه كام ارتفاعه متر كده انا استنتجتلك شكل المبنى فوق سطح الارض من اللي هو اين طب تحت سطح الارض الراجل واصف المبنى برضه بيقول لك ان الفوينديشن لبل على منسوب سليب اثنين يعني انزل اثنين متر لتحت هتلاقي منسوب التأسيس او ده منسوب التأسيس بتاعك عشان تطلع من منسوب التأسيس ده تطلع لفوق تاني هتمر بحاجتين هده خرصانة عادية بسمك اثنين من عشرة اللي هي دي خرصانة عادية بسمك اثنين من عشرة وهتمر كمان بخرصانة مسلحة ثم كامتر اللي هي ترسمت قدامك دي طب انا كده طلعت قد ايه انا كنت نازل اثنين متر هو الليل وقال لي طلع اثنين من عشرة هو اثنين من عشرة اتبقى كام اتبقى تمانية من عشرة دول بنعمله ايه بقى بنعمله بمردن بنردم فالتمانية من عشرة البقائين دول بتقع الرد يبقى بسمعاندس ده شكل الاليفيجن اللي هو وصفه هنا هترسوه في اللي امتحانه حشان ما تطلق بطر زي منا استنتجت كده بالظبط ده شكل الاليفيجن بتاع الماب حد عنده اي سؤال فلا لا لا هل تقول لني تبقى ماذا لا 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 كنت اتنتجت الاليفيجن سنبدأ بالمسألةρί listeners نحسب احمال الرياح اللي هي الويندلود ركز معاك نحسب الأن بقى ابي اشوهندس لكي نحسب الويندلود فعلا الويند لوب يتحسب بقانون. القانون يقول لك. ان البي اي بتساوي سي اي في الكي في كيو. القانون ده انت قدته في استير. انت قابل القانون بالظبط. حمل الرياح بتاع المنشأ بيبقى سي اي في الكي في كيو. لو جبت التلات معاملات دول هحسب لك البي اي. هو ايه تعريف البي ايه? حمل الرياح لكل متر في متر من الوجهة. لان حمل الرياح بيأثر على الوجهة بتاعت المنشأ. فكل متر في متر عليه حمل اسمه البي اي. طب تعال نحسب معامل معامل. بالنسبة للسي اي ده معامل بيعتمد على اتجاه الرياح. يعني ايه? يعني لو ده المنشأ بتاعك والرياح جاية جاية من الشمال اليمي. جاية كده. فتلاقي ان السطح ده بيتأثر برياح ضغط. كنا بنسميه في الليستيل كومبريشن. السطح التاني. الناحية التانية. ده اللي بيتنا يا شباب. السطح التاني بيتأثر بالرياح شد. يعني الرياح بتشد فيه. وبنسمي الشد ده ساكشن. السطح الافقي دايما بيتأثر هو كمان بساكشن. كل سطح من دول له قيمة للسي اي. كل سطح من دول له قيمة للسي اي. اول سطح اللي هو كومبريشن. كنا بنقول لك في ستيل السي اي بتاعته بتمانية من عشر. السطح الساكشن ده كان السي اي بتاعته بنصر. والسطح الافقي كان بيبقى ساكشن والسي اي بتاعته بتمانية من عشر. انا مليش دعو بالقوف. لان ده بيشد الفوق. انا عايز الحمل اللي بيعمل ويندلوت اللي بيعمل حمل جانبي. فالسي اي اللي بتاعته من حمل جانبي بكامل. اللي بتأثر على المنشأ كله كامل. ده المنشأ بالكامل بقى. بيأثر عليه في اتجاه سي اي بتمانية من عشر كومبريشن. وفي اتجاه تاني السي اي بنصر. يبقى التوتال سي اي اللي على المنشأ بكامل. قالك على اي منشأ التوتال سي اي بتمانية من عشر زائد نصر. اللي هي بواحد ويندها من عشر. والرقم ده حظ. دايما. دايما على اي منشأ. هتلاقي ان السي اي بتساوي واحد ويندها من عشر. احنا مش ستيل. معدناش ايه سطح مائي اللي معدناش الكلام ده. السطح المائي كان بيتحسب بمنحنة وبتاعملناش دعب ده. احنا عادي خالص ما ابن عادي. فالسي اي بتاعته بتمانية من عشر زائد نصر. واحد وثلاثة. وكده حسبت لك اول سي اي. فانت باللي بتحميش تازم ترسل الرسمة دي. انت عارف ان السي اي بكام واحد وثلاثة. ايبقى شكرا واحد وثلاثة. جاءت من اين؟ مجموعة سوكشن وكمبريشن. طب الحاجة التانية. اللي هي الكي. الكي ده معامل بيعتمد على ارتفاع المبدأ. وبنسميه معامل التعرض. كل ما المبنى ارتفاعه يختلف. كل ما الكي ده اختلف. وكل ما المبنى كان في منطقة معيلة. كل ما الكي ده اختلف. فهو بيعتمد على ارتفاع المبنى. وبيعتمد على مكان المبنى. لو المبنى بتاعي في تانت. وارتفاع المبنى ده اقل من تلسين متر. فنقول لك يا شمواندس. ان الكي بواحد. لو المبنى بتانت. وارتفاع المبنى في الاليفيجن من وش الارض. من سطح الارض. اقل من تلسين متر. فيبقى الكي بتاعتنا بواحد. طب. لو مبنى مش في تانت. او لو الارتفاع اصبر من تلسين. بحث بك ازاي. قالك ده بيتحسب من جدول في الكود. طب. الكي ده عاملة ازاي في الكود. لو اي حالة تانية. اكيه هو الجدول ده. مقسم المناطق لألف وبيه وجيه. اعرف. المدن المفتوحة خالص. ليه المدن الجديدة. به. المدن اللي هي زي تانت وكب. جيم. المدن الكبيرة. زي القاهرة او كب. احنا دايما مين به. مين في الكود. احنا دايما مبص على الخالة دي. يقول لك بقى معامل التعرض كيه. لو ارتفاع المبنى من سفر لعشر. او من عشر لعشرين. او من عشر لتلاتين. فالكيب بتاعتك في زوم به. زوم به. واحد. كلها بواحد ايه. اول ما المبنى. يبقى ارتفاعه اكبر من تلاتين. لحد خمسين. تاخد الكيب كامل. واحدة. لو المبنى ارتفاعه من 50 إلى 80 تأخذ الكيب 31 لو المبنى ارتفاعه من 80 إلى 200 تأخذ الكيب 31 فالكيهات ستأخذ من جدول حسب ارتفاع المبنى وحسب مكان المبنى فإذا نحن تنطف ومبنى ارتفاعه من 50 إلى 80 فهيبقى كيب 31 لكن لا نحسبها كده نحسبها كيف؟ نقول ان اول 30 متر كيب 1 فنحسب لها بي اي لوحدها من 30 إلى 50 الكيب كان 1 وخمسة من مية فنحسب لها بي اي لوحدها يبقى المبنى بتاعنا لو ارتفاعه اكبر من 30 متر هلاقي ان ليه كنتين للبي اي لانه هيبقى ليه كنتين للكيب من ارتفاع صفر لحد 30 متر كيب 1 كل ما استهدت كل ما الرتفاعه عن 30 فبدأ اخذ بي اي جديدة هل حد مش فهم ده يا جماعة؟ طيب احنا المبنى بتاعنا كان ارتفاعه 29 متر اللي هو الدور الارضي ب4 والدور المتكرر 8 دوار في ارتفاع 3 متر فلو الدورات 3 ب8 ب24 واربعة متر يبقى 28 متر والمتر بتاع السوري اللي فوق 29 متر فا احنا المبنى بتاعنا كان فتانتا زي ما اردتنا في المعطيات وارتفاعه 29 يعني قليل من 30 يبقى كيف كان بواحد وشكر طيب المعامل اللي بعده حاجة اسمقى الكيو ايه الكيو دي؟ قالك الكيو تا قوة ضغط الرياح او الضغط الرياح الخارجي القوة اللي الرياح بتتغبيه طيب الكيو دي بكام؟ ليه قانون؟ نص في عشر وسلم ثلاثة في رو في سي تي في سي اس في سي تربيه طيب حاجة حاجة ايه يا الروه؟ قالك الروه هي كثابة الهواء وكثابة الهواء ثابتة واحد وربع كيلو جرام عم متر المكعب طيب السي تي والسي اس قالك السي تي والسي اس معامل استواء الارض معامل بيعتمل على الارض ودايما بواحد طيب ايه البي؟ قالك البي هي سرعة الرياح وبيعتمد على المنطقة اللي انت فيها هتلاقي ان فيه جدول كده في الكود اللي هو الجدول اللي قدامك ده بيقولك المكان فين؟ ومديك سرعة الرياح بكام؟ هتلاقي طنطة في اخر الجدول تحت سرعة الرياح بكام؟ بثلاثين؟ وعمرها ما تتغير لان الجدول اللي ثابت في الكوب طالما الفي بتاعتي في طنطة مش متغيرة والسي تي والسي اس سابتة بواحد والرو دايما بواحد وربع فنقولك ان كيوب بتاع الطنطة دايما ستة وخمسين من مية كيلون يوتن عم متر مربع والرقم ده ثابت يا شباب في طنطة يعني حافظينه الرقم ده لو خدت بالك بقى والسي اس دايما بواحد توالياتهم من عشر ولو المبنى في طنطة وارتفاعه أقل من ثلاثين متر ستبقى كيب واحد وكلما هو قفة طنطة فالكيوب بتاعكم كانے ستة وخمسين من مية لو ضربت الثالث أرقام دول في بعض هيدوك بيئي بتاعت مبنى طنطة ارتفاعه أقل من ثلاثين متر فالكيب اقل اكتن make اقلك بايئي بواحد توالياتهم من عشر في واحد في ستة وخمسين من مية حتى من قبل الرقم ما يظهر أنا حفظ بوينت السبعة اتنين تماني لأنه هو رقم مشهور بتاع رياح بتاع الطنطة يبقى البيئي قوة الرياح بتاع الطنطة بكام أو الإجهاد بقى الرياح بتاع الطنطة اللي هو على المتر المربع ببوينت السبعة اتنين تماني ما فيش مباني في طنطة مع الدياد تلاتين مترا بشمعوني بقى لو ما بنقالي من تلاتين بوينت سبعة اتنين تماني لو أفبر من تلاتين هيبقى أول تلاتين متر عليهم بوينت سبعة اتنين تماني بعد التلاتين متر الأولانيين هرح أجيب السبع بتاعتي وعوص المعادلة تاني بك했 جديد أجيب الارتفاع بتاع المبنى اللي هو الباقي بيئي جديد وهيبقى كل حتة من المبنى اللي هي بيئي تمام كده تمامify كان حسابة البيئي بتاعتي تلعب ببوينت سبعة اتنين تماني اعمل ايه بقى بالفي اي دي تلحمل على متر في متر من الوجه يعني لو ارتدت لك المبنى كسري دي ده المبنى بتاعنا اه وهتطلق المحاور بتاعتك ده المبنى وسط الارض بتاعته ايه وابعاد المبنى بتاعنا ارتدت لك ابعاده كام 17 متر في 24 متر وارتفاعه اسم وفرط ان ده المحاور بتاعتك اكس وواي وزد ده المبنى وابعاده 17 و24 في البلان وارتفاعه اسم فقوة الرياح اللاجب بتاعته دي بتأثر على الوجه اللي هو ارتفاع المبنى من وش الارض لحد اخر دور بالدروة بالدروة كمان اللي هي بالصور اللي فوق اللي هو المتر فانا عندي كام وجهة للمبنى عندي وجهتين وجهة 24 في اتش ووجهة 17 في اتش فلو سمتلك الوجهة دي مساحة ايه واحد فالمساحة اللي اسمها ايه واحد بيأثر عليها اجهاد قبل ما اجيب لك السامل بيأثر عليها اجهاد لكل متر في متر 0.728 طب يبقى كحمل المركض اللي بيأثر على المساحة ايه واحد بكامل قالك 0.728 في الايه واحد كده انت جبت الحمل المركض طب بيأثر فين بيأثر في السنتر لاين الوجهة بالضبط او في السنتر بالضبط وبيزوق المبنى كده طب الحمل ده موازل محور Y ولا موازل محور X ده موازل محور Y فبنسميه ال F-wind طب الناحية التانية الوجهة التانية ممكن الرياح تزوق كده او تزوق من الناحية التانية فالوجهة التانية مساحتها اسمها اتنين بيأثر عليها برضو لكل متر في متر حمل قيمته 0.728 طب عايزة اركزوك حمل المركض هضرب 0.728 في المساحة دي ليه 17 في H هقولك ال H جيب كام دلوقت ومجيب حمل بيأثر في السنتر بالضبط بتاع الوجهة وقيمته اسمه F-WX فويند X ما معنى X لانه موازل محور X يبقى خود بالك ان الحمل اللي اجبته ده حمل متر في متر انا عايزة احاوله الحمل المركض فتعالا كده نحاول الحمل المركض فاتفقنا ال F-W-Y بتساوي 24 في H وعلى فكرة انا كاتب ال 24 وال 17 بالضبط فعلا يعني رسمت محور X و Y في البلان ولقيت ان الموازل المحور Y 17 والموازل المحور X هو ال 24 فكرة بتم صحي فتعالا كده يا شواندس نحسب بقى ال F-W-Y وال F-W-X تعالا نحسبه لو ده المنشأ بتاعنا وصغرت لك الرسمة شوية فبنقول لك ايه انك عشان تحسب الاحمال بتاعت الرياح في ال X direction ل F-W-X فال F-W-X بتساوي ايه ال B-E مضروعة في المساحة دي اللي هي اتنين فا ايه بقى ال F-W-X B-E في ال اتنين طب ال اتنين دي بكام 17 في H فال اتنين 17 في ال H اللي انا مش عارفه طب ايه يا ال H هو ارتفاع المبنى من وش الأرض لحد آخر الدروة خال كان ده الشكل بتاع الاليفيشن بتاعك او هذا الاليفيشن لنستنجيه من شوية ارتفاع المبنى من وش الأرض لحد آخر الدروة كان 4 زائد 24 زائد متر اهو ده اللي بنسميه H بكام بقى ال H تطلع ب28 متر او ب29 متر تطلع عن ال H بتاعتك ب29 متر فاتعوض هنا في القانون ب29 جبت مساحة الوجه 17 في 29 فبين 7 هتنين تماني بجيب مين FWX تروح تعوض يطلع معك ده 358 وتسعة من عشر طب بعد ما بجيب ال W ده ايه بجيب حاجة اسمها العزم ايه العزم ده مش الحمل ده بيأثر هنا كده في نص الوجهة بيعمل عزم على وش الأساسات قيمته ال FWX مضروبة في المسافة من الحمل ده لحد وش الأساسات فلازم ساعتك بعد ما بجيب القوة بتحسب العزم فبحسب العزم عند مين خد بالك مش على وش الأرض بحسب العزم عند سطح الأساس فلو ده ال FW فانا عايز احسب بعدها عن الأساسات قد ايه البعد ده اللي بنسميه دلتا وين طب الدلتا وين دي بكام هي مكتوبة عندك قرقم ايه بس انا عايز اقول لك جاف من ايه هي مش ال F وين تركزها بالضبط في نص الارتفاع اللي هو ال 29 يعني في نص الارتفاع يبقى 29 على الاتنين يديك كم يديك كم ساعتين على الاتنين 14 ونص يبقى المسافة من ال F وين لحد وش الأرض 14 ونص لانا عايز اجيبها لحد وش الأساس يبقى 14 ونص زائل 8 من عشر فيديك الدلتا وين دي بكام ب15 و3 من عشر كل اللي عملته ركزت القوة وحسبت بعدها عن وش الأساس تلعب 15 و3 عايز تجيب العزم بقى لو دي F و X وعايزة تعمل عزم على وش الأساس بتعرف تقول لي العزم ده هيدور حوالين محور Y ولا محور X دي استجاب كده حوالين محور Y طبعا فقالك يبقى الحبل في اتجاه X أما هيعمل عزم هيعمل عزم بيدور حوالين محور Y فيبقى المومنت اللي في اتجاه X أما بحب أما بدرس حبل الرياح في اتجاه X بحسب FW X وبحسب مومنت في اتجاه Y بيساوي بقى المومنت في اتجاه Y ده FW X في الدلتا وين وخد بالك يا شواندس إن القوة في اتجاه X بتدي عزم حوالين محور Y والعكس صحية يعني القوة في اتجاه Y ده هتلاقي بتعمل عزم حوالين محور X طب تعانا عابب بقى في القانون اللي فوق FW X في تلتمية خمسة وتمانين وتسعة مضروبة في الدلتا وين اللي هي خمسة وتلاتة يطلع القوة دي بكام كمس تلاف ربعمية واحد وتسعين واثنين من عشرة كيلون يوتن متر هعمل نفس الكلام بس هدرس في اتجاه Y ده يعني المراضي هحسب الFW Y الFW Y بقى بتساوي ايه الFW Y مضروبة في المساحة دي اللي هي اسمها ايه واحد طب الايه واحد بكام سبحان الله بربعة وعشرين في نفس اللي ارتفعت اهو يا راي بقى بتسعة اتنين تمانين بربعة وعشرين في الارتفاع اللي اسمه اتش اللي هو بتسعة وعشرين وبعدين تعاوى بداخل الحزبة يطلع معاك الكلام ده بخمسمية وستة وسبعة من عشرة كيلون يوتن بعد ببجيب القوة بجيب عزم طب القوة في اتجاه Y كان اسمها FW يبقى العزم اسمه ايه MW X فبقى MW بتساوي FW في الدلتا دمي فالFW بخمسمية وستة وسبعة من عشرة تضربها في الدلتا ويند اللي هي بخمسة وثلاثة يطلع معاك الرقم ده بسبعة تلاف سبعمية تنين وخمسين وثلاثة من عشرة كان حسبت الأحمال بتاعت الرياح والعزوم اللي بتعملها أحمال الرياح دي سواء في اتجاه Y اكثر وفي اتجاه واضح ملحوظة بقى بشبهن ان جميع الأحمال والعزوم اللي اللي هسيبها working وعشان نحولها الالتمت ما تضربهاش في واحد ونص الكود يقول لك لتحويل أحمال الرياح الالتمت اضربها في واحد تمانية وعشرين من مية فبقولي الكلام ده ليه هتعرف كمان شوائق يبقى العزوم المحسوبة دي working عشان تحولها الالتمت اضربها في كام واحد تمانية وعشرين من مية طب ما تيجي يا باش مواندس نلخص اللي احنا جبناها هنا في البلان ده ده البلان بتاعنا انا جبت مومنتين لو فرضنا ان ده محور واي وده محور اكس اكس هو موازن الاربعة وعشرين متر وواي موازن السبعة تاسر فانا جبت مومنت بيدور حوالين محور واي كمته خمس تلاف ربع ومية واحد وتسعين واتنين من عشر والمومنت ده working وجبت ممكن يكون بيدور كده او العكس مش فارق يعني يا اما كده يا اما كده عادي طب والمو اكس اللي هو المومنت حوالين محور اكس ده بيساوي سبعة تلاف سبعمية اتنين وخمسين وتلاتة من عشر ده توتال مومنت الناتج من حمل الرياح سواء في اتجاه اكس او في اتجاه واي والاحمال ده هي او العزوم ده هي محسوبة working عشان نحولها الالتمت بنضرب واحد تمانية وعشرين من مية هل انا هحتاجة نحولها الالتمت اه لو هي اللي كسبت لازم تحولها الالتمت عشان تكمل تصميم حد عنده اي مشكلة في احمال الرياح اتجاه العزمة باش مهندس باش فارق يكده يكده يعني ممكن الحمل يروح من هنا او من ناحية التانية على القوة والقوة المفروض ان تبقى هي عمودي على الوجهة في اتجاه الرياح ايوه ماينفعش مثلا تبقى الاف واي مع كوسة تبقى من برا الجو يعني دايما ضغط اخلي بالك المبنى الوجهة دي في وجهة ناحية التانية زيها يعني ممكن الرياح تجي كده او تؤثر على الوجهة التانية من ناحية التانية تبقى انتجاه الموم انت ممكن يعني واجهة المبنى فين اه حسب واجهة المبنى فين دقاء تمام تبقى عن دسوة الكلام ده حتى لو المبنى جنبه جار لا لو جنبه جار فالمفروض ان احمال الرياح ما بتأثيرش عليه خالص في حت الوجهة بس الوجهة لناحية الهوة بس تبقى انا عايزيزي سأل سؤال تبقى انا دراجة اللي عندي جار هحسب بردوك السي بواحد داتة من عشرة لو جنبه جار لا هيبقى السي بنصف بس او بتمانية من عشرة على حسب الرياح جاية من ايه هناخد ابقى تمانية من عشرة بس طب ممكن ما يكونش يعني الجار ده يتهدو يتطلع تاني فهيعمل مشكلة اه ممكن الجار يتهدو انت بتاخد معامل امان اكتر انك تاخد السي بواحد داتة من عشرة ده نفسك ومعاملات امان انت صاحب القرار انت الدزاينر يعني انت لو عارف ان الجار ده مش هيتهدى او مثلا في يوم الايام هيتهدى مثلا خلاص تبقى السي بواحد داتة انها لو انت مثلا ان الجار اللي جنبك ده هيعود خمسين سنة عما يهد وانت لسه هتبني وانت كمان هتهد بعد خمسين سنة فخلاص بتخوز السي ايه بتبقى وانت ده حاجات انت اللي بتقدرها انا بقول لك حالة عامة مبنى مفيش جنبه اي جراه وانا برا ما بصمم بصمم على عامة مبنى لكنهم مجمبوش جراه لان اصلا الويندو بيقصرش معاي التسلم كوالله هيقصر اما التجاه الرياح ما بيفريش التجاه الرياح بمعنى يعني هو الرياح تبقى جاية من الجنبين نفس الاتجاه مش الاتجاه ببقى الرياح لها اتجاه ولا بتجي من الجنبين نفس الدنيا لا بقى يا يمين يا شماية يا كده يا كده انت بتتكلم عامة جام بجار ولا مش جام بجار انا بتكلم يعني هيق في واحد واتنة بتيجي الاتجاه الجاية من الجهتين مش اكيد في واحدة بتبقى اقوى من التانية واي حاجة على الحسن في تجاه الرياح أو كده لا مش فانتها يعني الرياح بتيجي الرياح بتيجي من الاربع اتجاه لو هو مسلا من ايه واحد واي اتنة لو هي على الجهتين دول امامك. الرياح تضرب مثلا بتبقى جاية مثلا مش ببقى لها اتجاه الرياح. ماشي لها اتجاه ماشي امامك المشكلة. طيب ومسلا هتبقى جاية من جهة اي واحد فهتبقى اقوى من اي اي واحد عن اي اثنين. اه لا لا احنا بنعتبر ان الرياح جاية في الاتجاهين بنفسي كوين. طيب. لديك كريتيا الرياح جاية هنا قوية وفي نفس اللوت جاية هنا نحية تائية قوية. طيب ما بنعليه ممينتي. ـ تقام كده؟ حد يا شاب عنده اي مشكلة في الرياح وانت شرحت حاجة غير المسالات دي عن تسا لا لسا لسا كنت بس تعال نكمل بقى كي انا حسبت نتيجة الرياح طب لو عايزين نحسب بقى نتيجة الزلازل ده ما وضوع بقى كبير الرياح ده سهلا ده ما وضوع القوانين بتعاوض فيهم تعال نرى السيزميك او الحمل بتاع الزلزال بيتحسب ايه وركز معايا بالله علي الخطوة رقم اثنين حساب السيزميك له الزلزال اساسا تعريفه ايه هو هزب تحصل في القشرة الارضية يعني بيحصل في الارض والقسف الزلزال بيأثر على المنشأ بحمل ديناميك ديناميك له فأدق طريقة لحساب الزلزال بره حاجة اسمها التايم هستوري اللي هي الطريقة الديناميكية دي أدق طريقة طب هل الكود هتطلقى شروط هتطلقى حاضر للطريقة بس للأسف ما بندرساش في الكلية وما لحيا بندرس أين طريقة بيقولك ان لو الحمل بتاعت لو ده المبنى والحمل بتاع الزلزال الحمل ديناميك يعني حمل متردد يعني مرة يقصر على المنشأ مرة يسيبه يقصر عليه ثاني ويسيبه الزلزال اللي بيحصل كده ما هوش بقوة سابتة دايما ما هوش استاتيك فقالك احنا بنمثل بقى الزلزال بعدما هو حمل ديناميكي بنحط مكانه قوة استاتيكية مكفقة وحتى الكود معرف الطريقة دي اسمها ايه استاتيك او اكوبلانت استاتيك لود طريقة الحمل الاستاتيك المكفقة المكفقة المين للحمل الديناميكي بتاع الزلزال طب الـ F-Base اللي هي الحمل الاستاتيك المكافقة ده بنقول بقى احنا كابتوها خرصانة هو ممكن يخلي المبنى يتهزي يمين فالمبنى يعمل كده يا اما الحمل الاستاتيك اللي احنا حطناها ده الاستاتيك يخلي المبنى يتهزي شمات فالمبنى يروح كده فالـ F-Base بندرسها في الاتجاهين كده وكده والناحية الثانية يعمود على المبنى لجوة الشاشة والبرة الشاشة ده الـ F-Base اللي هو الحمل الاستاتيك 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 لوب فالكود يسمي الطريقة دي ايه اكويبلانت استاتيك لوب بيحول الحمل الديناميكي اللي الزلزال بيأثر بيه لحمل استاتيكي مكافقة طب بيعملها ازاي دي قال لك بص كده ركز معي انا احكي لك الحكام الاول خال احنا كنا في كود قبل 2008 قبل 2008 الكود اللي قبله كان بيحسب الزلزال بطريقة اسمها اكويبلانت استاتيك لود وكنا بنسميها طريق الزيكس ليه اسمها زيكس لان المعادلة بتاعت الـ F-Base كانت بتبقى زد في I في C في K في W في S فدي اسمها زيكس تاكتصارا يعني بعد 2008 الكود حط معادلة تانية يحول بيها الحمل الديناميكي الحمل استاتيكي وسمى المعادلة التانية دي بنفس اسم المعادلة القديمة اكويبلانت استاتيك لود بس ادها اسم دلع بقى اسمها الريسبونسس بيكتر كابها منين بقى الكود المصري الشايلة؟ كابها من الكود الاوروبي اللي كان محطوط من 1998 نفس المعادلة يعني الناس اللي بتعرف تتغل اتاب هتعرف ان انت الـ F-Base مش لازم تحسبها اصلا لانها نفس بتاع الكود الاوروبي بالظبط طب الـ F-Base دي كان بقى او كود الاوروبي استنتجها ازاي؟ قال لك بصر الـ F-Base كمعادلة هي المعادلة دي F-Base بتساوي عجلة الزلزال في وزن المنشأ على عجلة الجاذبية في حاجة اسمها الله طب احنا عايزين نحسب الـ F-Base فمحتاجة احسب كل حاجة من دول طب اول حاجة عادي نحسبها الـ F-Base اللي هي عجلة الزلزال نتيجة تايم بريود بتاع المبنى التى واحد دي تايم بريود بتاع المبنى الزمن الدوري بتاع المبنى الزمن الدوري يعني ايه؟ الزمن اللي بياخدها المبنى عشان يروح لمسافة معينة ويرجع تاني زمن الدورة طب يا شمعاندس نحتب الـ S-D تعال بقى نشوف فكر الكود المصري عمل ايه؟ او الكود الاوروب بقى بمعنى صح قال لك يا دايماً اي زلزال بيأثر فعرف ارسم له منحنة ما بين عجلة الزلزال وما بين الـ Time period بتاع المبنى لها T1 فعرف ارسم منحنة المنحنة بياخد شكل الزلزال اللي هي الموجة بتاع الزلزال فينتيجة ان اوروبا والبنان اللي بره بيحصل لها زلزل كتير فبيعرفوا يرسوموا المنحنات دي كل ما زلزال اللي يحصل يجيبوا منحنة يجيبوا جهاز كده بيرسم المنحنة اللي ما بين عجلة الزلزال والـ Time period بتاع المبنى المعين او مبنى معين فطلع ان اول زلزال الكيرب بتاعه عامل كده الزلزال اللي بعده الكيرب بتاعه هعمل كده الزلزال اللي بعده الكيرب بتاعب الازرق اللي بعده الكيرب بتاعب الاحمر وهكذا ميت زلزال وده اللي يخلي ان الكون المصري ما كانتش عارف يتعمل بالطريقة دي في الاول لان احنا اللي حصل عندنا زلزالين فازاي بقى هنجيب ميت زلزال نجيب منه المتحنا منعرففا فاوينا اخدنا Walیana كMeet المنحنة وعمل بقى الكود الأوروبي قال لك بص أنا هرسم منحنة يمر بأقصى قيم للزلازل اللي بتتكرر دي ولقى أن أنسب منحنة هو المنحنة ده فيه كم كسرة؟ واحد اتنين تلاتة وفي الآخر نهاية المنحنة وسمى المنحنة ده منحنة طيف التجاو أو الريسبونس بكترام كيرو إيه بقى المنحنة ده؟ المنحنة اللي ناتج من وجود أكتر من زلزال رسمت لهم عجل رسمت لهم علاقة ما بين عجلة الزلزال وما بين الوقت بتاع المنحنة ده سمنا أكبر منحنة بيمر بالبيكس بأكبر قيم طب هنعمل إحنا إيه؟ قال لك بقى الكود الأوروبي مقسم المنحنة ده لأربع مناطق أول قيمة هنا اسمها تي بي القيمة الثانية اسمها تي سي القيمة الثالثة اسمها تي دي والقيمة الأخيرة اسمها أربع ثواني أربع ثاني لأنت تايم بيريو طب لو المنحنة بتاعنا التايم بيريو بتاعه أكبر من أربع ثانية لا يبقى كل سنة وانت طيب مش صارف تحتمله زلازل لازم تروح تزود العناصر اللي بتقوم الزلزال عشان الطايم بيريو بتاعك يقل لأن الطايم بيريو بتاعك بيقل مع العناصر اللي انت بتحطها لما انت تقل يعني الزلزال الحمل المبنى هيروح ويرجع في زمن أقل لو العناصر بتاعتك بتقوم زلازل كبيرة أو بتقوم زلازل جامع طب إيه بقى التي بي والتي سي والتي دي والأربع ثانية دول دول البيكس اللي هو اسم بيهم المنحنة اللي رأسها اللي هو منحنة تفل التجاوب ده طب إحنا عايزين نجيب الاسي دي بكل ببساطر جيب لي التايم بيريوب بتاع المبنى هخش اقبط في المنحنة اجيب لك الاسي دي دي فالكود يقول لك لا لا تقبط في المنحنة ولا بتاع انت تجيب للتي واحد وتقول لي هل التي واحد وقع في الفترة من صفر للتي بي هتديك معادلة للمنحنة ده لو التي واحد بتاع المبنى وقع ما بين تي بي وتي سي هتديك معادلة للمنحنة ده تعاوض فيها تجيب SZ لو T1 ما بين TC والTD يعني هنا المفروض أطلع أكبر في المنحنة يجيب SZZ يقولك لا أهديك معادلة للمنحنة اللي هو بين TC والTD ولو T1 ما بين TD والأربعة ثانية فيديك معادلة للمنحنة يبقى أنت حتى تجيب SZZ محتاج إيه محتاج تجيب T1 بتاعت المبنى ومحتاج تحدث أنت في أنية حتة من هنا وبعد ذلك تخش على المعادلات اللي هي موجودة في الكود تجيب SZT فالف بيز عشان تحسبها لها شوية خطوات كسيستماتيك اللي هي نفس اللي هي أولتها لكنها ألخص في خطوات أول حاجة بحسب TB والTC والTD وحاجة اسمها S الجدول اللي بيحسب TB والTC والTD بيحسب بالمرة حاجة اسمها S معاقب الاسمه S الخطوة الثانية أنا عايز أحسب بقى T1 فعشان تحسب T1 بتحسب حاجة اسمها H ارتفاع المبنى من وش الأساسات لحد سقف آخر دور لحد بلاطة آخر دور يبقى الH ارتفاع المبنى من وش الأساسات حتى سقف الدور الأخير الخطوة الثالثة حسب T1 بمعادلة هنعرفها كمان شوية حسب T1 حدد أنها مرحلة وحاجة لنا S حسب T1 حسب T1 حسب T1 حسب T2 حسب T2 حسب T1 حسب T1 حسب T1 حسب T2 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 المفروض يتأثر بـ F-Base في اتجاه غير الاتجاه الثاني اللي كان بيعمل الحركة دي طريق الزيقص اللي هي كانت قابلة أسده 8 كان بيجيب لك F-Base في اتجاه X و F-Base في اتجاه Y إنما طريقة الـ Responsive بتاعت الكود الأوروبي بيجيب لك F-Base في الاتجاهين نفس F-Base يعني سواء في اتجاه X أو في اتجاه Y هي F-Base واحدة طبما تيه كان تطبق في المسألة اللي معانا عن خطوات دي لو خلصنا خطوات دي احنا خلصنا السكس تعالى أول حاجة نجيب الـ T-B والـ T-C والـ T-D والـ S قبل ما تبقى في ده حد مش فاهم الفكرة بتاعة الكود الأوروبي عامل إزاي أو الكود المصري هو مدام يا رشوهندس بيجيبه الكوة بتخزي زيار في تجاه متساوية دي مشكلة في الكود أمان ملهاش حل يعني ما هو كان لها حل في الكود المصري زمان إننا كنا نستخدم طريقة زيكس وكنا نجيب الحمل في الاتجاهات دلوقتي الطريقة الأسب ملاش حل لأنه بيجيب لك الحمل في الاتجاهات متساوية وملاش حل بس هي مش مشكلة بشمهندس ما بيجيب لك الحمل الاتجاه رياحة المؤثر الكبير وبيأثر لك بيه في الاتجاهات تسريح بقى حوي تسلازل تسلازل لا على فكرة فيها مشكلة لو حسب زيكس هتلاقي دايما بيطلع أن فيه اتجاه الحمل فيه أكبر من المحسوب بالطريقة دي يعني هو أنا مش بيحسب أكبر وبيمشي على التنين لا يا ريت عمل كده لا ما بيعانس كده بشمهندس ما تخد بيعالج بيعالج الجزء ده لأنه بيزور 30% لاتجاه التنين هو بيعمل مجرور بيزور 30% يعني كان 30% ده كان موجود فيزيكس برضا يعني كان حتى الحمل الاتجاهين كان موجود 30% فالكلام ده ما كانتش بيه يعني هو مش عمل حتى يعالج الطريقة دي ده هو كلام قديم أصلا طيب بشمهندس فضل مجرد تجاهب ده ما عمل على زلزال واحد ولا كذا زلزال كذا زلزال طبعا يعني ده أنا تجد كذا زلزال يعني ليس ترسم قلت لك كم منحنة كذا منحنة مثل حيات كتير وبعد كده عملنا المنحنة ده من كذا زلزال طيب بشمهندس ما ليش والدكتور لما شرح الحيط ليه في المحاضرة قال إن هم جابوا كذا مبنى مش كذا زلزال هو زلزال وكذا مبنى اسمها بستفنس مختلفة ولسموا عن طريق عن طريقها المنحنة ده برضا كنت مجمع أو الحتة دي لا 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 أكتر من زلزال يا عم كذا مبنى أكتر من زلزال لأن المنحنة ده يترسم أصلا لمبنى واحد هو يضع جاب في مبنى واحد ويحسبوه المنحنة فهي أكتر من زلزال لنفس المبنى أو لمبنى مختلفة مش فارق يعني ولكن هو أكتر من زلزال لنفس المبنى عشان الشدة تختلف طبعا طبعا هي هي كطريقة حل ولا هم في الشغل هم الاثنين من نفس الحاجة يعني يعني ما أقول لواحد هي هي أو دلعها هي نفس الطريقة آه يعني هم مش طريقتين لنفس لا لا نفس الطريقة هي نفس هي طريقة بسمين إيه عندي سؤال بس هي مش الزلزال كده كده بيأثر على الكتلة بتاعة المبنى يعني الكتلة بتاعة المبنى هي بتأثر بكوة الزلزال مش شكل المبنى كتلة الدور تمام فكذا كذا الكتلة مسابتة من أنه أنا بس طلب من أي اتجاه تمام معشان كده هم أفرضوا إنها الكوة في اللي تجاهين سبطين لا خليها كده نتكلم بالراحة لو عندي يعني أقول لك كارتونة مثلا أبعدها 5 سنة 10 سنة وحصفتها على الترابيزة وهزيتها كده هزيت الترابيز هل متوقع أن الكرتونة دي هتحرف بالتجاهين بنفس النفس القوة لا لأن الكرتونة النفسها لها استفنس كبيرة في اتجاه واستفنس صغيرة في اتجاه وده اللي كان بيعمله ذيكرا كان بيأخذ الحتة اللي فيها استفنس صغيرة يديها ف صغيرة والعكس هذا اللي كان بيعمله ذيكرا إنما هنا هو مؤحد الاثنين في الاتجاهين تخيلها لها حتى أجيب كده كارتونة وهزها من تحت هتلاقي أن هي بتهزف الاتجاه للاتجاه الثاني في الاتجاه كبيرة مش عايز تهزف فيه وبتهزف الاتجاه الثاني كتير شوية هل يمكن ماذا την قد يعادل الطريقة سوف يعد لك الاتجاه لأن القد هي طريقة قد وأمريكي القد عامالي قد عادل مثل الأمريكي بالeté العمدان بالبقى ونحب نق começou لا أمريكي ونعدل مثلهم، فهنا نعدلنا مثلهم والاسم دكاتة في اللاكواد وخلاص، شاء الله، نعلم تعالى بقى نجيب التي بي والتي سي والتي دي والاس اللي هي أول خطر، اللي هي المعاملات اللي هوهم أسامة دي قال لك دايبا شمهاندس، بيتحسب من جدول وبيعتمد على حاجتين أول حاجة، المنطقة اللي موجود فيها المنشأ ثاني حاجة نوع الترب، أو تصنيف الترب فنقول لك إيه؟ نقول لك إن المنشأ بتاعك، لو في مدينة ساحلية أو مدينة غير ساحلية، المدينة الساحلية طيب 2 هو الكود مسميها كده، والمدينة غير ساحلية طيب 1 يعني الراجل بيدي قيم التي بي والتي سي والتي دي على حسب نوع المدينة وعلى فكرة الكود الأوروبية عمل كده برضه مدي برضه، طيب 1 وطيب 2، بس مع الاختلاف بقى طب، وتصنيف التربة، قال لك الكود عندنا بيصنف التربة الخمس تصنيفات مدي تربة، تصنيف رقم إيه؟ وهذه التربة الرمل، أو الصخر أسف، الرك التربة بي هي تربة رمل كثير التربة سي، رمل غير متماسك التربة دي، اللي هي معنا في المسألة، اللي هي الكلي، الطين التربة إي، دي تربة ردن، يعني تربة ضعيفة خالص، شوية ردن، وبتأسس عليه التربة اللي في طنطة دايما، تربة دي، تربة كفر الشيخ، أو حش تربة في الجمهورية، تربة إيه؟ تربة بقى القاهرة والكلام ده، يا رمل، يا طيب، على حسب المنطقة هتلاقي التربة الصخر دي في المدن الجديدة، هي والرمل الكثير فإحنا لو طنطة هنبقى دي، وهنبقى طيب ون، لأننا ما ديها غير سحلي ما أكش دعو بالترع اللي قدامنا، إحنا برضو ما ديها غير سحلي فتعال يا باشوا عندي، سنشوف بقى الكود بيد التي بي والتي سي والتي دي والإس إزاي؟ بيديهم في جدولين؟ الجدول الأولاني، بتاع طيب ون، اللي هي المدن الغير سحلي والجدول الثاني، بتاع طيب ون، اللي هي المدن الغير سحلي فالجدول الأولاني بتاع طيب ون، والجدول الثاني بتاع طيب ون، فانت لو طيب ون، يعني انت لو مدير سحلي فانت كل اهتمام بمين؟ بالجدول الأولاني لها ولو انت طيب ون، فانت كل اهتمام بالجدول اللي تحت لها يعني لو انت بسكندرية ولا حاجة، هتصمع الجدول اللي تحت بس الدكتور قال في حتة دين، لو طيب ون، بقى نروح نصمم مرة على طيب ون، ومرة على طيب ون، اللي عرفوا ان احنا نصمم طيب 2 بس، او ما نصمم طيب ون، يعني لو طيب 2 بقى خلاص طيب 2 انا نتذكر ودكتور قال في حتة دي الكتور قال في الحتة، بس اللي، آل ماذا؟ بس اللي، طيب صين، لا؟ انا بصام لا، انصم، يعني هو، الكوت مقسمي اثنين، اروح للمدينة السحليا، احصم طيب 1 ليه؟ هو قد نجرب الاثنين ونأخذ المكترسك شكرا على نفسي نحن مرّب من هو يا طيب ون و يا طيب تو ممكن أن أرجع له في هذه الحتة ماشية لا ترجع له، الله يبرك لك بدل ما يقوله حسنا، ما أعلن، هو عموما هيجي لك طيب ون أصلا هذا يبدأ يعني فلو أنت طيب ون، فأنت حادت كلها مع الجدول ده وحسب نقطة طربة، سأختار المعاملات فأنا في المسألة بتاعتنا، من الجيفنز كان يقول البلدنج is located in Tanta City يعني نحن طيب ون وكنا نستركتت عن ستيفك لي، يعني منشأ على ستيفك لي، سويل طيب دي يبقى احنا سويل بتاعتنا طيب دي، ونحن الجدول بتاعة طيب ون فيبقى معاملات بتاعت اللي هي دي الشيء.. الغير Tvott Key ويبقى الس représentار ثلاثة الد AMY تبتلك التب والتي سي والتي دي والاس، ودول من الجدوى. الحاجة الثانية كتبتتك، التب والتي سي والتي دي والاس، كتبتهم هنا. الخطوة الثانية حساب اله. حساب اله كيف؟ قال لك اله هو ارتفاع المبنى من وش الأساسات حتى سافة دور الأخير. يعني لو ده الإليفجن بتاعك فالإتش هي ارتفاع المبنى من سطح الأساسات لحد سافة دور الأخير من غير الدروة الدروة دي كان بتاعت رياح بس الزلازل ملهاش دعوة غير باللسقط طب الارتفاع ده كان الارتفاع من هنا لحد هنا بـ 28 متر هتزود عليه 8 من 10 فيبقى الارتفاع دي كلها بـ 28 و 8 من 10 طب الخطوة التالت حساب التي واحد التي واحد معادلة التي واحد بتساوي سي تي في الارتفاع اللي انت جبتها قص 3 تربع الارتفاع عندي السي تي دي ده معامل بيعتمد عن نظام الانشاء اللي بيقاوم الزلازل يبقى سي تي معامل يعتمد عن نظام الانشاء اللي بيقاوم الزلازل فعندك نظامين يا دقتايل فريم أو فريمز بس يعني فيبقى السي تي بـ 95 من 1000 ده لو المبنى بتاعت كل اللي بيقاوم الزلازل فيه فريمات بس طب لو المبنى بتاعنا اللي بيقاوم الزلزال فيه Sheerول أو كور أو أي نظام تاني غير الفريم فالسي تي بخمسة من ألف أو خمسة من مية ده أي نظام تاني غير الفريم يعني فريم و Sheerول يبقى خمسة من مية Sheerول بس خمسة من مية كور بس خمسة من مية إنما لو فريم لوحده يبقى بكام خمسة وسبعين من ألف إحنا عندنا في المسألة في البلان كان كل اللي بيقاوم Sheerول بس فالسي تي بكام السي تي بخمسة من مية ده في المثال طب عايزين نحسب T1 يبقى خمسة من مية في 28 و 8 كل أستاذة أربع يطلع معاك بـ 62 من مية ثانية وده اللي كنت كاتبها هنا الانيميشن بس اتلغبطت وظهرتها في الأول ينفروك أن تظهر بعد ما تبديك كي أنا جبت مين T1 بـ 63 من مية ثانية طب عما ليه بقى فقدر أوه إحنا اللي هي في الـ H أنا ما بناخدش المتر اللي هي بتاع السور دي عشان الزلازل دايماً بتأثر أصلاً في البلاط في الكتلة بتاع البلاط فالطبيعي النسطور ده لكنه مش موجود مش هيأثر معاك في حاجة لأنه مفيش فوق إيه بلاط فمش هتأثر بالزلزال أصلاً فلن يكون الارتفاع لحد مين؟ لحد الوش البلاط الأخيرة بس حسابت T1 ارجع للفكر بالتعكول قال لك أنت ترى T1 وقعت أنهي انترفل من دول أي مرحلة هل هي من صفر للـ TB ولا من TB للـ TC ولا من TC للـ TD ولا من TD للـ 4 ثانية وحسب الحالة هتعطيك معادلة تحسيب لك مين الـ SDT فالخطوة الرابعة حساب الـ SDT1 وده بتعتمد على حسب الـ T1 وقع في أي منطقة فعندي أربع احتمالات يا إما الـ T الـ T1 تكون من صفر للـ TB ساعتها الـ SDT تتحسن من القانون ده والقوانين دي جبن في الامتحاد يا إما الـ T تكون من الـ TB للـ TC فتتحسن بالقانون ده إما الـ T تبقى من الـ TC للـ TD فتتاخد الأقل من قيمتين فروض الأكبر من يا شباب مش أقل منه الأكبر من حاجتين يا الكمال اللي فوق دي يا الكمال اللي تحت دي الأكبر منه يا جماعة لو الـ T أو الـ T بتاعتك ما بين الـ T و 4 ثانية سيأتخذ الأكبر من حاجتين برضا يا قانون ده يا إما القانون الثاني كنت بالك دي الأكبر منه مش الأقل منه طب أعمل إيه؟ أشوف بقى الـ T1 بتاعتي فأنهي مرحلة من دور أنا بقاني مرحلة بص كده الـ T1 بكام بـ 2 و 6 من 100 فـ 2 و 6 من 100 دي أنا شايف أنها ما بين الـ TC والـ TD لأن الـ TC بتاعتها من عشرة والـ TD بـ 1 و 2 فـ T1 ما بينهم مهمة اللي 2 فقالك في المثال هيبقى بقانون بتاعنا هو ده لأنها في المرحلة دي وبالتالي بما أن الـ T ما بين الـ TC والـ TD فـ SDT بتتاخد الأكبر من القيمة دي أو القيمة دي دي الأكبر مش الأقل الأكبر من القيمة ده هي أو القيمة دي فيا ما شو أنت سنعمل إيه دلوقتي هنعوض في القانون اللي فوق وهنعوض في القانون اللي تحت وناخد القيمة الأكبر فيهم يبقى هي الـ SDT السؤال بقى ايه هي الـ AG ايه هي الجامة I ايه هي الـ S جبتها مرة بواحد وثمانية ايه هي الـ R يبقى لو جاوبنا ان ايه هي الـ AG وايه هي الجامة I وايه هي الـ R أعرف أحسب لك الـ SDT فالـ SLIDE اللي جاي المفروض هتتكلم على مين عن المعاملات دي طبعا علامة أصغر مني دي كلها أكبر يا جماعة كل ده أكبر مش أكبر يبقى الـ AG والجامة I والـ R تعاني التكلم الأول على الـ AG ايه الـ AG دي أصلا قال لك دي اسمها العجلة الأرضية للزلزال ومال الـ SDT تتعرفها ايه عجل الصيف التجاوب دي العجلة الأرضية للزلزال بحسبها ازاي الـ AG دي قال لك بتتحسب من جدول وبتعتمد على المنطقة الزلزالية الكود مقسم كل منطقة في مصر لحاجة اسمها المنطقة الزلزالية يعني طنطة مثلا منطقة الزلزالية تانية كندرية منطقة الزلزالية تقريبا أولى يعني كل منطقة في مصر لها يعني بتبقى خطيرة شوية في الزلازم كل منطقة لها نسبة خطورة في الزلازم فتنت تقريباً إلى المنطقة الثانية يعني تعرضها بالزلزال رقم اثنين مش هاي هي رقم واحد مش هاي التوب مش هاي اللي تأثر بالزلزال قوي يعني فالجدول ده يعمل ازاي في الكود اهو بالدكام الاجي حسب المنطقة طب انا حدد المنطقة من ايه يجيب لك في الكود جدول تاني كتب لك فيه اسماء البلاد ورقم المنطقة بتاعته يعني الغربية مثلاً منطقة تانية في البسوة ابو حماد منطقة تانية شرم الشيخ ونوابع منطقة ايه خمسة الف فكل كل بلد بديج المنطقة بتاعتها مين فاحنا في المثال بتاعنا كان ايليه ان احنا في طنطف فاحنا الغربية منطقة تانية فترجع هنا كده يبقى انت منطقة تانية يبقى الاجي ببوينت واحد اثنين خمسة من الجي او فيبقى في المثال الاجي بتاعتنا بما اننا نحن في طنطف يبقى الاجي ببوينت واحد اثنين خمسة من الجي وحسب تأول معامل اللي هو الايه دي بيتجاب من جدول حسب المنطقة الزلزلية بحدد المنطقة منين فيه جدول في الكود شبطر تمانية في الاحمال جدول اثنين به بيحدد لك المنطقة الزلزلية فين حسب المبنى موجود فين بقاني محافظة وبقاني بلد يكون الجدول دي في الامتحانة؟ طبعا طبعا لازم تكون في الامتحانة وما لا تحفظ ازاي هو الطفل الخطي ده مش ده منحنة مرسومة اه مش كان الاسنة لجيب المنحنة او احنا نخش احنا نغبط في الفتاعة ونجيب تلك الفتاعة المنحنة دي مفروض تحتمد على زلزل كثير فالراج العمل ايه؟ عملها بال مرافق بالمحاولة والخطأ تجاب معادلة احسن من المنحنة معادلة視 Secve تعبر بشكل كبير عن المنحنة يعني من المنحنة تتلعب في Circ? بحبني فالماعادلة اضمن اضمن نعيدك قيم لا قيم قيم זה استعمال هذا ليس مضمون يعني أن المعادلة ادق من المنحنة بالضبط المعادلة ادق من المنحنة هناك عزق لانتي متعبة خليجة يعني أصل يعني جداول كتير هنعمل ايه بس هي جداول كتير بس الموضوع سهل الموضوع سهل ولمحلو نفسي رمز نفسي حاجة تحت النص ومشكلة انسى الله مش هتطوه يعني نسى هتطوه الناس هتعمل ايه قوله قوله والنبي ما اقولت له يا عامل تابو يا المعادلات دي حفزة انا بس اعطلها اتجلنا انا معادلات لا معادلات دي كلها جبن في الامتحان هتحفظ ايه انا كنت عاتخال ايوة مين اللي بي اندي شو مالد ايوة انا ايوة عايز ايه علامة سماحي النور علامة اليه الاسبر من الحمرة الي فوق دي اه اكبر اه اكبر منه وليه قبلها مرضه كله اكبر منه يعني ارجع تاني ما نوسيه اللا ما عايشه ايو اكبر منه والله كله أكبر منه حتى ما قلت عن دولتك كله أكبر منه كده حسبنا الاجي تلعب بكام بوينت واحد اثنين خمسة جي طب تعال نحسب المعامل الثاني اللي هو الجاما آي الجاما آي معامل يعتمد على مدى أهمية المنشئ طب حسبه ازاي ده قال لك برضو من جدول سبحان الله يعني فحسب أهمية المنشئ بتاعك الكود بيدي له جاما آي وكاتب لك بقى هنا المنشئات كلها الأغلب يعني فانت لو منشئ سكني أو مش مرتبط بأي مجموعة أخرى يعني مش مرتبط بمجموعة اللي فودي فانت لو منشئ سكني يعني عادي الجاما آي بتاعتك أهميتك بواحد كلما المنشئ يبقى مهم كلما الجاما آي بتبقى أزيد أكبر فهتلاقي مثلا في المدارف وصلاة التجمع ودور العبادة بياخد معامل الأهمية ده بواحد واثنين من عشر في المستشفيات ومحطات الإدفاق ومحطات الكهرباء وإسام الشرطة اللي هي فاضية أصلا بكام واحد واربعة مش مانا سام الشرطة أنا معرفش يبقى كل مبنى حسب الأهميته حسب أهميته بيديك إيه بيديك معامل أمان أو بيديك معامل أهمية فإحنا لو منشأ عادي زي عندنا إحنا كان بيقولك مبنى ساكني وبالتالي يبقى إحنا منشأ عادي بقى الجاما آي بكام واحد طب بعد ما حسبنا الجاما آي نايس الأر الأر دي سنين اللي فاتت كنا بنقولها في خطوة كده ونمشي وهي بره كده هي بره الخطوة اللي فاتت بس السنة دي الأر دي لاحظ فعشان تحسب الأر اللي هو بنسميه ريدكشن فاكتور أو المعامل اللي بيعتمد عن نظام الإنشائي زي مين زي السي تي كده بس السي تي حاجة والأر حاجة دي معامل بيعتمد عن نظام الإنشائي وعشان أحدده لازم أحدد نسبة الأرية بتاعت الشيرول على الأرية بتاعت الول زي كولم بمعنى هتيجي على البلان وتحسب مجموعة مساحات الشيرول اللي موجودة المساحات في البلان يعني مساحة دي بكام؟ 3 من 10 لأنه كم يديك على بعدها 3 من 10 في 6 عندي كم حطب كده؟ 1 2 3 التلاتة دول أبعدهم 3 من 10 في 6 يبقى 3 في 3 من 10 في 6 طب والحطة الغالبالة اللي في الآخر دي 3 من 10 في 5 يبقى زائد 3 من 10 في 5 كان لجبت مين؟ مجموعة مساحات الول أقسموا على مجموعة مساحات الول زاد العمداد يعني أجمع كمان عليهم مساحات مين؟ العمداد النسبة اللي هتطلع دي بتحدد للنظام الإنشائي اللي بيقاوم الزلازة فالنسبة دي ممكن تطلع كام حاجة؟ حاجة من 3 يتطلع أقل من 3 يعني مساحة الحوايض على مساحة الحوايض زاد العمداد يطلع الرقم دي أقل من 3 فنقول لك يبقى الشيرول مساحتها صغيرة فيبقى اللي بيتقاوم أو النظام اللي بيتحكم هو الفريم هتقولي فريم يا سواندس هي فين الكاميرات اللي هنا هقول لك لو دي 3 سلاب كل كلها مسترب بتشتغل أقلناها في ري والكلام دي على فكرة موجود في الكود في الفلاس لاب لو فتحت الفلاس لاب هتلاقي في طريقتين للحل ياما طريقة اللي هي الإكوبلانت اللي احنا كدناها في الكلية الطريقة الثانية انك تقسم الفلاس لاب لفريمات فالفلاس لاب الكولم ستربزة نفسها بتشتغل في ري فلو الاريا وال على الاريا والزا الكولم اقل من الثلاث يبقى النظام الحاجم في ري هيفرق في ايه؟ هتعرف كمان دقيقة طب لو الاريا والزا الكولم أكبر من ثلاثين ده معناه ان الرقم بتاع الاريا وال كبير لساحة الحوايط كبيرة بالنسبة للعمدان قال لك ساعتها هيبقى الحوايط هي المتحكمة هيبقى النظام الحاكم وهي شيروه يبقى لو اقل من ثلث في ري لو اكبر من ثلاثين يبقى النظام الحاكم شيروه طب لو لا قدر الله بقى تلعت النظام معك في الامتحان من ثلث لتلتين اعمل ايه؟ قال لك لو تلعت من ثلث لتلتين فانت يبقى النظام الحاكم ما هو الشيروه وما هو الشيروه وما النظام الحاكم ايه بقى ان شاء الله حاجة اسمها dual system يعني نظام combined ما بين الفرين والشيروه اللي اثنين شغالين مع بعض بس يجي الكود يركم عليك كده يقولك الدول سيستم ده اللي هو الشيروه لو طلع ان الاريا وال على الاريا وال على كولم أكبر من نص فيبقى الدول سيستم المتحكم فيه هو برضو الشيرول لو اطلع عن الاريا وال على الاريا وال على كولم أقل من نص يبقى الدول سيستم ده المتحكم فيه برضو هو الفريم يبقى لو أقل من تلت فريم بيور لو أكبر من تلتين شيرول بيور لو من تلت لتلتين فيبقى دول سيستم يعني ده على ده اللي اتنين شغالين مع بعض بس الدول سيستم ده برضو بيبقى فيه واحد يوم أقوى شوي أعرف منين بقى أشوف الاريا والاريا والاريا والعلى كولم لو أكبر من نص تطلع عن الشيرول هي اللي بتحكم لو أقل من نص يبقى فريم صعب ده جماعة طيب بقول الكلام ده ليه صد لا لا أنا بقول سهل يعني تماما تماما طب بقول الكلام ده ليه لأن الار بتعتمد عن نظام الإنشاء اللي بيتم تحديده طب تعال نطبق في المعادلة بتاعتنا أو تعال نطبق في المسألة بتاعتنا ونشوف وحنقاني في المعادلة بتاعتنا تعال نطبق من ذلك أنا محتاح أجيب الأيريول في المسأل الأيريول زي ما قلت لك أنا عندي 3 حوارت وابعد لم في 3 من 10 في 6 فهيبقى 3 في 3 من 10 في 6 زائد حيطة واحدة أبعدها di 3 من 10 في 5 يبقى زائد 5 في 3 من 10 يطلع مساحة الول كلها كام بستة وتسعة من عشرة متر مربع ده الاريا وال طب الاريا وال زائد كولم هتساوي الاريا وال زائد عدد العمدان في مساحة مقطع العمود الواحد أنا عندي كم عمود بقى هتعد في البلان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر عمود فيبقى زائد اتناشر عمود في نص في نص يطلع الكلام ده بتسعة وتسعة من عشرة متر مربع اعمل ايه في النسبتين دول اقسموا بعض بعض فيطلع ان الاريا وال على الاريا وال زائد كولم بالسبعة من عشرة يعني اصبر من تلتين يبقى النزوم الحاكم مين الشيرول وغالبا بنسبة تسعة وتسعين في المية في الامتحان هيطلع معاك الحاكم مين الشيرول طب الحمد لله النزام الحاكم الشيرول اعمل ايه بقى انا عايز اجيب الار اصلا اجيبها ازاي قالك اكيد الار دي سبحان الله بتتجاب من اين من جدوى الجدوى له هو الجدوى اللي ظهر قدامك ده ايه بقى الجدوى ده ركز كده اول خانة فوق او اول خانة عن يمين بيقولك النزام الانشائي الحاكم لو انت حواية حملة بتاعتخش هنا فحنا المبنى بتاعنا مش حواية حملة لو شيرول بس اللي بيتحكم فانت هتخش هنا اللي هي تاني واحد لو عندك اطارات فراغية مقاومة لعزوم يعني فريمات بس يبقى انت هتخش هنا لو نزام مركب يعني دول سيستم يبقى انت هتخش هنا يبقى انا على حسب التأسيمة دي هعرف ان هخش هنا ولا هنا ولا هين فانا في المسألة بتاعتنا شيرول فيبقى الار بكام حواية قصة من خرصان مسلحة يبقى خمسة يبقى الار بتاعتي بخمسة ده في المسألة طب فرضا كانت لعن في المسألة بتاعتي الرقم اقل من تلف فيبقى النزام اللي بيقاوم مين فريم يبقى انا هخش على الاطارات الفراغية وطالما هي اطارات بس فتبقى اطارات ذات ممطولية يبقى الار بكام بسبعة يبقى انا على حسب التصنيفة بخش على اني خانة من دول وبعد كده بختار العنصر المقاوم ايه طب لو انت دول سيستم بقى لو انت عناصر مركبة او نزام مركب فلو الفريم هو اللي حاكم فيه خد الار بكام بست او يقول لك لو اطارات ذات ممطولية خد الار بست طب لو الشيروول هو اللي حاكم هتلاقي هنا في الشيروول فبيقول لك لو الشيروول هو اللي حاكم في الدول سيستم ترجع تاخد بتاع الشيروول اللي فوق اللي بخمسة حل الكلام ده صعب يا جماعة اه معلش بشوانتس الجدول داتين عشان منضفق من شوان طيب ثاني انا عندي بتلات انظمة بتقاوم يا فريم يا دول سيستم يا شيروول وهو كاتبوا منها في الجدول يا اطارات فراغية بسيطة دي الشيروول يا اطارات فراغية مقاومة للعزوم دي الفريم يا اما انظام مركب اللي هو الدول سيستم طب لو لو تلاقي معي ان انا اللزام اللي بيقاوم فريم يعني انا اطارات فراغية مقاومة للعزوم اللي في النص ريه هروح اخش هنا على المنسب بيقول لي لو انت اطارات ذات ممطولية كافية خد الار بسبعة لو ذات ممطولية محدودة خدها بخمس احنا ايه احنا ذات ممطولية كافية دايما فيبقى لو انت اللي بيقاوم فريم فهتختار الار بتاعت الفريمات ذات ممطولية كافية في اللي في النص اشمعنا لان بيقاوم اطارات فراغية مقاومة للعزوم هي دي الفريم طب لو تدع ان اللي بيقاوم شيرول قالك لو بيقاوم شيرول لو اللي بيقاوم هو الشيرول فساعتك بتخش على اول خانة لا اطارات فراغية بسيطة دي الشيرول طب اختار انيهار في يوم جوه الشيرول دي في ثلاثة في ثلاثة قاطع اختار انيهار اختار بتاعت حواية القصة من خرطان مسلحة يبقى الار بخمسة طب لو جيت عملت النسبة واطلعت انك دول سيستم يعني نظام مركب يبقى انت هتخش على الخانة رقم ثلاثة لان نظام مركب يقولك بقى جوه الخانة رقم ثلاثة دي يتكون اطارات ذات ممطولية كافية اطارات ذات ممطولية محدود فلو انت دول سيستم واللي بيتحكم فيك فريم فيبقى الفريم بعتبره دايما ذات ممطولية كافية يبقى الار بتاعته بكام حتلاقي ان جوه النظام المركب مفيش اصلا شير وول والمال هو هنا بقى سيبلي شير وول ايه لان بقولك لو انت دول سيستم وتدع ان الشير وول ايه اللي بيتحكم ارجع خود الار بكام بخمسة من فوق ايه تمام كده يا جماعة؟ تمام كده سيخل ايه حد مش فهمده يا شباب بشوانس الجدول ده مش موجود في السلايد هبقى معتولة في الواحدة تمام اللي اخدت بالك هو موجود على رسمة تحت اوه فقالك كنت معتولة في السلايد فقالك كنت ستشوب الرسمة اللي تحت فانا هبقى معتولة الواحدة تمام ورد طب الخلاصة بقى في المسألة بتاعتنا ايه؟ احنا طلع اللي بيقاوم الحمدلله شير وول اللي بقى انت في اول خالة اللي هي اطارات فراغية بسيطة اختر اني واحدة انا حوايط قص لان اللي بيحكم فيها شير وول من خرصان طيب الار بكم؟ بخمس يعني في المسألة بتاعتنا احنا حوايط قص فالار بخمس وكده حسبتلك الاجي والجاما اي والار ودايما يا ابني في الامتحان الار هتطلع بخمس الا لو جابلك مسألة لفقها وتلع ان هي يا ايه منظم مركب يا اطارات فراغية بس هو في الغالب احنا برا حتى الار دايما بخمس وذلك اللي فنبدو السالة اللي فات حد عم تفهم ده جماعة بعدها كله منحسب في اول رمز بس في المعدة اه منحسب الاس دي تي دور رمز حد مش تفهم اما حاجة لا لا الحمد لله الحمد لله فاهمين فاهمين الحمد لله طيب يا عم خلاص حسبنا كل حاجة الجماعة اي والا جي والار نقص بقى نعاوت من معدلتين اشتركوا في القناة